بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال الفضائية وبرنامج حلمك صح في ثوبه الجديد والموسم الثاني أفكر حضراتكم بفكرة برنامجنا هادف ومتنوع وشامل بيكون معنا في كل حلقة شخصية أو اتنين ممكن قاضي وبريق ممكن يكون معنا محامي ومتهم بيكون معنا رجل أعمال وعاطل عشان يقدر نفرق ونقدر نعقب ونقدر نحلل ونقدر نوصل الرسالة بتاعتنا بشكل إيجابي ومضمون وهادف بيكون أيضا معنا الطبيب والمريض حلقة النهاردة هيكون معنا بفين بدأ التعارف عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي ألا وهو الصحفي الكبير الأستاذ طه خليفة صحفي بدار الهلال صحفي طبعا رجل ذا موضوعية كبيرة جدا وبيحلل وله رؤية جميلة جدا سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي النهاردة الحلقة طبعا عنوانها الصحفي والسياسي والانتخابات البرلمانية 2020 ضفنا الجميل الآخر الأستاذ المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 ابن كفر الشكر محافظة القليوبية الأستاذ أحمد فارس بدران أحمد فارس بدران برضو يعني شد انتباهي على مواقع التواصل الاجتماعي كتير قوي من الشباب في أهل بلده أعملوله أغنية وطلبوا منه أنه هو يترشح يعني لازم تترشح هو طبعا لبى نداء الشباب وأنا طبعا كبرنامج لازم أنزل بنفسي علشان أشوف الناس دي هل في مصداقية ولا مفيش مصداقية فإحنا نزلنا بالفعل كفر الشكر محافظة القليوبية وعملنا تقرير خدنا رأي الناس حول الانتخابات البرلمانية وكان يوم جميل جدا ونطلع دلوقتي فاصل مع حضراتكم نتابع التقرير التالي انتظرونا واستكمالا لقراء الناس بخصوص الانتخابات 2020 كفر الشكر محافظة القليوبية أهلا بحضرتك أهلا بيك يا شد مكرت عرف بحضرتك عبدالعليم أمين إيه رأي حضرتك في الانتخابات السابقة والله كل الانتخابات يعني احنا عايزين الصالح العام وخلاص مش أكتر للمواطن المصري يشوفوا مشاكله يشوفوا يحلولوا مشاكله كده تتوقع ايه من الانتخابات الحالية ان شاء الله تبقى حرة ونزيها والصالح العام برطة هل في دماغ حضرتك حد معين ترشحوا للانتخابات والله أنا رشح أي حد من بلدنا يشوف مصالحنا ويشوف مصالح البلد بصراحة تحب تقول إيه للناس أحب أن أقول للناس شاركوا في الانتخابات عشان تصراح العام وصراح الدولة وصراح البلد وخلاص تحب تقول إيه للمسؤولين والله المسؤولين برضو يشوف مصالح الشعب ومصالح الدولة عشان بلدنا تنهض وتبقى دايما لأمان حلمك إيه البكرة حلمي دايما أنا متفائل كراي الكبير يعني متفائل عايزة أشوف الشباب ده هو طلع متعلم طلع بصحة جيدة بصراحة الزراعة الصناعة وحجازة كده يعني عشان البلدنا تتقدم بس هم متشكلين جداً لحضرتك واستكمالاً لقراء الناس انتخابات البرلمان عشين عشين كفر شكر محافظة الأليوبية أهلاً بحضرتك السيد صلاح بقشين لا يشتغل الراجل اللي يقود اللي يخلي الناس الفقرة اللي يخلي مش انتخابات اللي يفرح بانتخاباته وخلاص وجيري لا عايزين الراجل اللي هو وينفع بلده وينفع لحواليها وينفع أحد رقوع أخرين بس كده حال في دماغ حديدك حد معين من المرشحين حديده حال في دماغنا المعين من بلدنا أبدأ وينفع بلده وينفع لحواليها وينفع أحد رقوع أخرين بس كده حال في دماغ حديدك حد معين من المرشحين حديده حال في دماغنا المعين من بلدنا أبدأ ابن بلدنا أبدأ ابن بلدنا أبدأ ماشي ما هجينا اللي من بره هنجي لوراه روح له ده مسافر ده مكان ده مش عارب ايه زي احد من ده أنا أنا ناجح بفلوسي حلمك البكرة قول لنا قول اللي بقاشين ما كانش الأحمد فرسي ما ما بيبهموكش عايز حاجة كتربت كده متشكري جدا لحضرتك متعرف بحضرتك؟ حاجة صندس محمد صار أهلاً سهلاً بحضرتك أهلاً يا بيش ما رأيك في الانتخابات السابقة؟ ربنا يوفقهم جميعاً يا رب كل مشتائي ربنا يوفقهم ما رأيك في المرشحين المرشحين الموجودين على السحة اليومين دول ربنا معاه هل في حد معين في دماغ حضرتك؟ لا والله أي واحد مش هتنتخبي؟ لا هنتخب طبعاً أهلاً 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 بس الرأي الأول والأخير الأن أهلاً 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 أكاء أهلاً 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 أكاء ل متوقع ذلك لا يزيد من الله بفضل مرشحين ؛ م ă Bu كمان. اللهم امين. حلمك البكرة يا حاجة. الله احنا عايزين احلى ايام وخلاص. حلمة. اليوم اللي بيعد علينا حلو. بيعد بيبه حلول بنبس وعد الرئيس. اللهم امين. من شاكلين يا حاجة. شكرا للاه يا باش. من المرشحين. اوه. احديك اخترتي لي. عشان هو كويس ومحترم وبيخاف على الناس. تمام. احديك تحب تقولي ايه الناس. بقول الف الف كل واحد ينتخب ربنا معاه وجعله سعيد. احديك تحب تقولي ايه للمسؤولين. يجعني زي اي اقول. الناس اللي مسكين البلد تحب تقول لهم ايه الناس اللي يوفقهم وربنا يوفقهم ويعلهم كمان وكمان. اللهم امين. احلمك البكرة يا حاجة. الله احنا عايزين احلى ايام خلاص. حلما اليوم اللي بيعد على الحلو. ايه اللي بيعد بي بحلو برحب النبسي وعد الرئيسة. اللهم امين. انشكلين يا حاجة. بشكنا لباش. بسكمالا لرأي جمهور بخصوص انتخابات عشرين عشرين. اه كفر شكر محافظة الأليوبية معنا. انتعرف هيك حاجة. جامال عبد البسط. احيان. اه 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 رأي حدا لك في الانتخابات السابقة. الله يعني ناس كويسين ونس محترمين يعني لا أشوف نفسهم أي حاجة وحشية. ناس كويسي. الحاجات اللي قالوها فانا نعملوها في الانتخابات السابقة؟ ناس كويسي يعني الحمد لله وربنا يوفق الجميع. الحاجة بتضحك. أنا بضحك بقول ربنا يخلي السيسو يشغل شبابنا اللي دايخين دول بالفوس. الله أمامين. والله شغالين بالفوس. ربنا يكرموا وشغلهم. والله شغالين بالفوس على درعيتهم. يعني لو ما راحش اليوم ما بلا إيشنا. إيه رأي حددك بالانتخابات الحالية؟ إيش بنقعد من غير أكل ما طالما فيش يومية داخل ما بالفاس بيشتغل بنلاقي. ما فيش خلص عادي لأنه شغل بالفوس على درعيتهم. ثلاث ساعات ما بجيبوش ملو الأنبوبة أصلا. ثلاث ساعات اللي هو بيشتغلهم بالفاس ما بيجيبوش ملو الأنبوبة. الأنبوبة بسبعين جنيه. هو بيشتغلهم بسبعين جنيه بيجيبهم وملوهم الأنبوبة. ومعايا خمس عيال بيق. والواحد لو قاعد يوم ما بيلاقيش. والله يعني بالفاس. الشباب بتاعنا كله هدايق. والله هدايق بالفاس. والله هدايق بالفاس. عند عائل عايز يجوز أقسم بالله عنده خمسة وعشرين سنة. ما نلاقيه يجوزه في حك. أعده في أوضة وصلا. أوضة وصلا. أكتر من كده معايا خمس عيال. خمس عيال بس. وعنده خمسة وعشرين سنة. ويشتغل بالفاس على دراحك. ما تطلعوش يشتغل ووابو بالفاس. ما بلا إسنة. هنعمل إيبا أكتر من كده؟ رأي حدتك إيه في الانتخابات الحالية؟ الموجودة الوقت. ناس كويسين وربنا يوفاءهم. كلهم نقدم في الانتخابات ربنا يوفاءهم. والأخي شغل الشباب. مجلس رجل محترم ورجل بذلد وكويس يعني. حلمك إيه البكرة؟ حلم يشغل الشباب. عزون يشغل شغل لعيالنا الأعدادية. نعرف نكم لهم. يفتح بيتهم ويشتغلوا بالحلال. بدلما يمت يشاب من دول ما بيلا إيش شغلوا. أبو الله العزم بكلم بجادة مش يعني عشان ان انتواقفين والله يبكلم يا سنت بجادة والله يبكلم بجادة يعني ما بدل معايل يمد يده يسرق يشتغل اصلا يجب قرش ياكل لكن العيلة يطلع ما فيش شغلة يعمل اي يعني مش هيطلع يمد يده يسرق ونرجع اخرتها السجن طب تحب تقولي ايه للناس؟ احب اقول السيسي ربنا يبارك فيه وشغل عياننا يشغل عياننا يشغل عياننا ينب الفاس على درعيب وتحب تقول ايه حضرتك المسئولين؟ او الله عايزين الوفاء من عند الله انهم يعني يشوفوا مصالح الشعب ويشوفوا الناس التعبانة يقفوا جنبها وكده طب وتحب تقول ايه للناس نفسها اللي حوالينا دي الوقت ناس كويسين وناس محترمين ايه للناس يعني متشكرين جدا لحضرتك واستكمالا اللي رأي الناس في كفر شكر معنا الحاجة اهلا بيك يا حاجة اهلا بيك اهلا بيك حضرتك يا حاجة اهلا بيك حضرتك اهلا بيك حضرتك اهلا بيك حضرتك اهلا بيك حجول عملية اهل ساعة من الناس اللي منتخبين نفسهم فالانتخابات عاشن اشخحة مرشحة جديد احمد فارس بدراء عسا الناحل ايجعل حسيانا بدععلي وعال زايا انه žikka اگرن حضرتك lardanخب ده أنا مختارية اثنين والثالث بتاعت ربنا بقى مختارية اثنين اللي هو احمد فرس فدران واللي هو عرب فؤاد حيك تتمني ايه بكرة؟ اتمنى بكرة يبقى احسن من النهاردة تحب تقولي ايه لنا؟ ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل نرحب بضيوفنا الصحف الكبير الأستاذ طايا خليفة نورتين النهاردة أهلا بيك يا فهلا والمرشح للمجلس النواب 2020 الأستاذ أحمد فارس نورتين في البداية عزين نتعرف على الكاتب الصحفي الأستاذ طايا خليفة بسم الله الرحمن الرحيم يعني تحية كبيرة لمشاهدي قناة الصحة والجمال وطاقم القناة والعاملين والشعب المصري الكريم أنا اسمي طايا خليفة بشتغل في مجال الصحافة ليه تجربتين في العمل الصحفي المهني المحترف التجربة الأولى في مصر هنا بلدي في بواكير أو في بداية حياتي من سنة تسعين إلى تسعة وتسعين كان العمل داخل مصر ليه تجربة خارج مصر امتدت فترة طويلة من الزمن ويعني أنهتها وعدت إلى مصر مرة تانية الاستئناف العمل مرة أخرى واستئناف المصار واستئناف التجربة في مصر مرة تانية إن شاء الله ربنا وفاكك إن شاء الله الأستاذ أحمد فارس النبذة بسيطة عنك والله أنا أتشرفت بوجودة في قناة الصحة والجمال وتشرفت بحضرتك يا فندم كثير وليه أتشرف أن أقعد مع حضرتك لا يخليك والله أنا أحمد فارس بضران متولي النبذة بسطاع الحياتي أنا شاب من ضمن الشباب والشباب كلها لها أحلام وأنا لها حلم وحلم حياتي أن يظهر رأيي الشباب للعالم ما فعلا يعني حب الناس ده نعمة من عند ربنا طبعا وده اللي أنا لمسته على أرض الواقع وشفته على صفحات الفيسبوك ولذلك أنا روحت لك برضو مخصوص تمام تحب تقولهم إيه؟ أحب والله أقول للشباب يعني أنا أحب أشكر الشباب على حبهم ودعمهم لي وكل واحد من الشباب بيتمنى أنه هو يطلع ويتكلم يعني كل واحد يتمنى أنه هو يطلع ويتكلم ويقول رأيه الشباب عندهم فكر ووعي عالي تمام الشباب هم المستقبل هم مستقبل الوطن صدقني الخطوة اللي احنا بنخطها دي هنه هكون بداية إن شاء الله بلذي من الله الكاتب الصحف الكبير العلاقات بين الناس مهمة جدا وضرورية لكن للأسف على مواقع التواصل الاجتماعي بنجد خزع بلات بنجد يعني كل واحد بيدلي بدله تعقيب حضرتك هو عندنا بالنسبة للإعلام بشكل عام أو المنظومة الإعلامية عندنا نوعين أو عندنا مستويين المستوى الأول هو التقليدي والقديم والمعتاد والمعروف هو الإعلام التقليدي تمام من صحف مطبوعة من قنوات تلفزيونية محلية أرضية أو فضائية من الراديو ومن الكتاب نفسه يعني يندرج ضمن هذه المنظومة التقليدية تمام ومع تطور التكنولوجي الهائل وثورة الإعلام والمعلومات وهذا الانفجار المعلوماتي الكبير نشأ المستوى الآخر من الإعلام وهو الإعلام البديل أو الإعلام الجديد أو الإعلام الشعبي أو إعلام المواطن اللي هو منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك وليوتيوب وغيره لكن المشكلة هنا أن كل الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي عندنا خبير استراتيجي تلاقي عندنا دكتور متخصص وهم مش مهنتهم أو مش تخصصهم بالضبط لأنه ليست هناك ضوابط وليست هناك محددات يعني تفرز أو تتدخل في طريقة ونمط وقالية عمل الإعلام الجديد إعلام مفتوح نقول إعلام الشعب إعلام الناس إعلام الناس في كل مكان يعني يعني كل شخص في أي مكان على وجه الأرض الآن يستطيع أن يكون له قناته التلفزيونية على اليوتيوب يستطيع أن يكون له صحفته الخاصة على الفيسبوك أو على تويتر لكن بحيادية يعني عايزين مثلاً تبقى مثلاً الرسائل تبقى إيجابية ما هنا للمسؤولية المسؤولية لا تتوفرة بشكل واضح مقارنة بالإعلام التقليدي الإعلام التقليدي هناك قوانين هناك نظم هناك مواصيق شرف يعني يقول لها دور مهم في ضبط أليته وفي ضبط إقاعه وفي ضبط عمله بعكس مواقع التواصل الاجتماعي ليست هناك هذه الأليات ولا القيم ولا النظم ولا القوانين إنما في مصر في القانون الأخير الذي تم تشريعه بشأن الإعلام الجديد أو الإعلام البديل هناك بعض الضوابط التي تم تشرعها لمحاولة السيطرة على الإنفلات الذي قد يحدث أحياناً على الإعلام البديل أو الإعلام الجديد تمام جميل أستاذ أحمد فارس ركست في برنامجك الانتخابي على ملف خطير جداً ومهم ألا وهو ملف الصحة تمام ليه؟ والله إحنا مركزين على كل الملفات تمام من صحة لتعليم لشباب للطالة للمرأة إحنا والشباب بنجهز ملفات لكل مشاكل وكيفية التعامل معاها وحلها وإن شاء الله لو لنا نصيب في فترة الخمس سنين اللي جايين لمجلس النواب إن شاء الله بنحاول نحققها من نسبة سبعين أو تمانين في المية تمام من كل مشاكل الدائرة بتاعتنا إن شاء الله تمام طيب تعقيب حضرتك يا أستاذ طه على الملف الصحي بشكل عام إحنا محتاجين لإيه؟ نشوف هو ملف الصحة يعني أحد أهم الملفات ليس متعلقا بمجلس النواب الحالي إنما يعني مشروع التنمية بشكل عام في مصر تمام مشروع بناء مصر الجديدة الحديثة بيعتمد بشكل أساسي على أحد أضلع المهمة الصحة والضلع الآخر التعليم وهناك يعني أضلع مهمة الزراعة التصنيع الإنتاج الصحة مسألة مهمة جدا لأنها تتعلق ب يعني بحياة 100 مليون أو 101 مليون مواطن مصري يعيشون الأمري في البلد يعني عندما يكون المواطن يعني سليم ومعافى وصحته قوية ويجد العلاج ويجد المستشفى الذي يعالجه ويجد الطبيب الذي يعالجه فإنك تأخذ مواطن قادر على البناء قادر على الحرجة قادر على العمل قادر على الإنتاج قادر على التفكير قادر على الإبداع في كل مجال من المجالات الأستاذ أحمد بيتكلم عن ملف الصحة في دائرته كفر شكر وهي لا تختلف كثيرا عن الدوائر الخاصة بنا جميعا وهي قريبة من دائرتي والمرافق الصحية يعني ليست بالمستوى المأمول يعني ودور النائب أو دور المترشح هنا وعندما يكون نائب إن شاء الله هو دوره أن يركز بشكل غاص على ملف الصحة لأنه تقريبا ما فيش بيت إلا وبيحتاج الصحة بشكل يومي يعني إما طفل صغير أو امرأة أو شابة أو عجوز أو رجل كبير بيحتاج ملف الصحة وملف الصحة هنا طبعا كما تعلم ملف كبير وملف مهم وملف أساسي بدليل أن الدستور الموجود الآن دستور 2014 المعدل سنة 2019 العام الماضي المادة 18 تتعلق بالصحة وتركز على رعاية الدولة ورعاية المؤسسات الحكم للصحة العامة للمواطنين وتركز هذه المادة على تخصيص 3% من إجمال الناتج القوم المحلي للصحة تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المستوات العالمية يعني المشرع هنا أو وضع الدستور 2014 له نظرة بعيدة أو نظرة مهمة في تركيز على ملف الصحة وإيمانه بقضية الصحة وحطنا نسبة 3% هي نسبة 3% ليست كبيرة إنما في إطار الدخل العام للدولة وفي إطار الناتج المحلي يعني أشار إلى أنها تتصاعد تدريجيا هذا التصاعد نتمنى أن يزيد مع المجلس الجديد لأن المجلس الجديد مجلس 2021 يعني وضع الميزانية أو إقرار قانون الميزانية في يد البرلمان تمام الحكومة تقدم مشروع الميزانية جميل والبرلمان هو الذي يتدخل ويعد تمام فإحنا نرجو من الأستاذ أحمد عندما يعني يكتب له النجاح إن شاء الله أن يهتم بالضغط داخل لجنة الصحة لرفع موازنة الصحة العامة تزيد عن 3% 3.5% 4.5% تمام جميل جدا بنشكر حضرتك على الملحوظة الجميلة دي أستاذ أحمد لفت انتباهي إن حضرتك بتحضر لموقع إلكتروني الموقع ده خاص بتدير عندك اللي هي بنها وبندر بنها وكفر شكر بالأليوبية للحجز في الأقسام عندك تكلمني عن المشروع الجميل ده والله أوجدت لك الفكرة إزاي هي الفكرة من الجاتل أحمد لوح تمام الفكرة جات لنا إحنا كمجموعة شباب إن إحنا إزاي نعمل موقع إلكتروني ونشوف مجموعة من الأطباء ويعني مش هنقول جماعة التخصصات هنقول مثلا بنسبة 60 أو 70% من التخصصات تمام إن إحنا نتواصل مع مجموعة من الأطباء ونبدأ نعمل موقع هل الأطباء معينين ولا كل الأقسام لا كل الأقسام إن شاء الله إذا أنت الموقع الإلكتروني ده هتحط فيه أطباء من كل الأقسام في نفس الوقت برضو هل هتخلي قسمي للمرضى ولا هتعمل إيه؟ أيوة تمام لازم يكون فيه قسم المرضى تمام ولازم يبقى فيه مساهمة مع الأطباء ماشي مساهمة من الأطباء أصدق من الأطباء للمواطن الضعيف كمساعدة للمواطن تمام وإنت عارف المواطن بعاني من إيه ومشاكل المواطن فإحنا كشباب بنحاول إحنا نقف جنب المواطن مجموع الشباب اللي برضو مجموع الشباب اللي معك اللي همه برضو إيه؟ أيوة تمام اللي هو مسكين برضو موضوع الصحة والتعليم وموضوع المرضى اللي هم اللي جان اللي انت قلت عليه اللي نحن نتكلم لكيه تمام جميل جدا أستاذ ضهر أي رأيك في المقترح ده؟ هو مهم جدا يعني دي بنسميها في الفلسفة السياسية مبادرات شخصية أو مبادرات فردية أو مبادرات أهلية أو مبادرات مدنية هنا المجتمع لابد أن يكون له دور في عملية الدعم والإسناد إذا يعني قلنا بصراحة أن قطاع الصحة العام أو القطاع الحكومي ليس بعافية وليس على المستوى المأمول يعني ونرجو أن يتطور وأن يتحرك وأن تزداد الموازنة وأن تكون هناك الرقابة مشددة عليه من خلال البرلمان ومن خلال أعضاء البرلمان في الإنفاق يعني في الإنفاق والية العمل ومعاناة المواطنين ودعمهم والوقوف بجانبهم فهنا الإسناد حتى يتم تحقيق هذا الهدف البعيد هنا الإسناد يتم عن طريق المبادرات الشخصية أو الفردية أو الأهلية التي يتحدث عنها الأستاذ أحمد اللي هو الأونلاين الأونلاين مهم مهم جدا الفيسبوك على سبيل المثال مصر رقم 9 على مستوى العالم في استخدام الفيسبوك يعني شيء عظيم جدا يعني رقم 9 ده يعني حوالي 40 مليون الآن يستخدمون الفيسبوك يعني تقريبا كل القوة أو كل القطاعات المتعلمة المثقفة أو المتعلمة تعليم عادي تستخدم الفيسبوك فهي عيادة على الأونلاين جميلة يعني ويتم فيها كل التخصصات ويتواصل الناس مع الأطباء بالسؤال ويتم الرد عليهم بالاستشارة الطبية هنا برضو المستوصفات أو الأماكن حتى برضو المعامل الطبية بالضبط الأماكن التي يمكن تجهزها مثلا عبر مبادرات من سيادة ناب المستقبل إن شاء الله أنه أماكن معينة يتم تجهزها ويتم الاتفاق مع أطباء معينين يعني متطوعين أو بنسبة معقولة من الدخل يعني ويقدموا الخدمة الصحية للناس وخاصة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى عيادات الأطباء الكبار أو المستشفيات الخاصة وبالذات أهلين في الريف والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية كل هذا يساهم في التخفيف ويساهم في دعم وإسناد الجهاز الحكومي قطاع الصحة أوه يعني برضو بنساهم إن إحنا كده بنساعد الدولة بنحاول كده بكل الطرق إن إحنا إيه بنعمل حاجة إيجابية نساهم مع الدولة على قد مبناء إلى حين أن ينهد قطاع الصحة لأنه أنا من رأيي هو الأهالي يعني أنا من رأيي أنه يتوازى مع قطاع التعليم في التطوير ويجب على الدولة أن تهتم بشكل كبير جداً بقطاع الصحة لأنه الآن أنت يعني عندما تصاب حتى على مستوى لوحدات الصحية الأولية دي يمكن أن تتوفر في القرى وحدات الرعاية الأولية اللي عنده نزلة برد اللي عنده يعني شوية متعب خفيفة حتى جراحة خفيفة لو فيه في كل قرية واحدة رعاية صحية أولية هي حتغني عن الزهاب إلى المستشفى العام أو المستشفى المركزي أو المستشفى التعليمي في المدينة وحتغني عن الزهاب إلى طبيب يعني فطورته مرتفع جداً وكمان توزيع الأدوية فيها إن شاء الله حتى بقى فيه يعني مبلغ رمزي للدواء ومبلغ رمزي للكشف يعني يعني الرعاية الصحية الأولية مهمة جداً 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 تمنع أو توخف 60 أو 70% من الزوار إلى المستشفى العام وإلى عيادات الأطباء مرتفعة السمن التي يعني تفوق طاقة الناس الرعاية الصحية الأولية ضعها في زهنك يعني هي أساس كمان بناء القطاع الصحي كأي دولة في العالم الرعاية الرعاية الصحية الأولية وحنا بنهدف لكي إن شاء الله ضعها على جلدتك يعني بإذن الله إحنا كل المقترحات اللي حضرتك هتقولها في الحلقة هتسجل وتدون وتضاف إلى البرنامج الانتخابي للأستاذ أحمد فارس طيب أستاذ أحمد فارس حضرتك في البرنامج الانتخابي بتاعك أنا طبعاً قريته أكتر من مرة ما نستش الأطفال تمام؟ وبشكل عام وخاصة اللي هم أطفال حديث الولادة هل في مشروع هتقوم بيه خاص بالموضوع ده؟ أنا عايز أوصل لحضرتك نقطة برضو مش أحمد اللي بيقوم بالمشروع تمام؟ مش أحمد إحنا كشباب أحمد ما بتكلمش بصغط شخصه أو بنفسه صدقني إحنا مجموعة شباب مجموعة شباب أي تفكير إحنا بيفكره مع بعض مش أحمد اللي بيفكر فيه الوحيد يعني أنا عايز أوصل لنقطة دي لحضرتك برضو أنا ما بتكلم بصغط تكلم بصغطي كشباب إحنا كشباب يعني بعد إذن حضرتك والله إحنا إن شاء الله برضو بمفكر إن يبقى فيه مجموعة حضنات إن شاء الله في المراكز عندنا بإذن الله تمام برضو لإن المستشفات الحكومية ما فيش فيها الحضنات اللي هي الكافية لحديث الولادة والكلام ده فإن شاء الله برضو في البرنامج بتاعنا إن شاء الله بنحاول بنتواصل برضو مع المسؤولين وبنحاول نوفر مجموعة حضنات إن شاء الله إن شاء الله طبعاً أستاذ طبعاً الملف الصحي كبير جداً وخطير وهم وشائك ويحتاج مننا لحلقات كتيرة جداً في رسالة حضرتك حابب توجيها لوزيرة الصحة طبعاً زي ما أنا اتكلمت أنا قلت إنه القواعد المؤسسة لعملية التنمية والنهوض والتقدم والتطور في أي دولة في العالم الأساس ضمن هذه الأسس الصحة ويوازيها التعليم تمام وقالنا بالنسبة لمصر فيه خصوصية الزراع ملف الزراع مهم جداً وملف الإنتاج والتصنيع وبالتالي التصدير تمام فملف الصحة هيحتاج أنا رأي يعني لو كان بيدي الأمر ليس وزير ولا وزارة خاصة إنما يعني ما يمثل أو ممكن اعتباره مجلس وزاري مصغر للاهتمام بالصحة لأنه أنا عندي مرافق صحية تاريخية أنا عندي بنية أساسية صحية مهولة يعني قد لا أحتاج أن أنا أضيف لها مباني صحية جديدة إنما أنا عندي المباني موجودة المستشفىات موجودة شوف مثلاً القصر العيني الأديم شوف مثلاً مجمع مستشفى الدمرداش ومحاول الدمرداش ماخد بالك أنا بلدي أنا كان فيها مستشفى مبنية في الخمسينات أو يعني بداية الستينات مستشفى عظيم مستشفى مهم جداً كبير يعني تندهش كيف تبنى هذه المستشفى في قرية هدبت المستشفى وتحولت إلى مبنى صغير تنقر أمريكا الصغيرة صغيرة وتحولت إلى رعاية أمومة وطفولة يعني وكانت قبل ذلك تقدم خدمات مميزة في الستينات والسبعينات إلى منتصف التمانينات عندما بدأ تغول القطاع الخاص على القطاع الحكومي في الصحة وعندما تحولت الصحة من المجانية إلى الدفع مقابل أن تحصل على خدمة صحية احنا عندنا بنية صحية قوية وممتازة هذه البنية الصحية بتحتاج إلى يعني إلى إعادة إنهضها مرة تاني إلى إعادة بعثاها مرة تاني بالكوادر الطبية الكافية بالكوادر التمرضية ناخد تصال تليفوني يالو أستاذ إحمد معنا نفضل نا معك أبراهيم بديد معك أبراهيم بديد لا تفضل أستاذ إحمد أستاذ إبراهيم وقت التلفزيون يا أستاذ إبراهيم وقت التلفزيون لو سمحت تمام ماشي تمام تفضل أنا عايزة أشكر ديوفك اللي عندك وعايزة أرضيه كما لأستاذ إحمد فارس تفضل ساذ إحمد معاك تفضل ساذ إحمد فارس من الشباب الطموحين جدا وعاقا عايزة يخدم البلد فعلا وإحنا كنا كالشباب إحنا وراه مش هنسيبه لأن الراجل ده أصلا خدوه من خلال أي حاجة وإحنا كالشباب أصلا عايزة أخدخطنا عليه عايزة أصلا نهش مجد الشعب شكرا طيب نرجع لأستاذ ساذ طه نكمل نسأل للناس با يعني يعني مثل بالنسبة للقطاع الصحة أنا كنت أتحدث مع البعض كان في أوروبا يعني مصريين قالوا أنه يكفينا مثلا يعني كان موجودا للعمل أو للبقاء فترة طويل أنه يكفينا هناك القطاع الصحة وقطاع التعليم من أفضل ما يمكن أنه الإنسان يعيش في هذه البلدان أنت آمن على صحتك لا تفكر أو لاست قلقا في بالنسبة للصحة العامة يعني أتنين بالنسبة للتعليم أنت تضمن أن تأخذ تعليما متميزا أو تعليما جيدا أي دولة تهتم بالصحة بالتعليم شوف تجربة اليابان شوف تجربة كوريا الجنوبية شوف تجربة ماليزيا شوف سنغافورة التي كانت لا تسوي شيء شوف حتى يعني دول الخليق تطورت بشكل مزهل في هذه القطاع شوف ألمانيا مثلا كيف نجحت ألمانيا وقدمت درس للعالم عظيم جدا في مكافحة فيروس كورونا ألمانيا تتميز على مستوى للتحاد الأوروبي بأنها الدولة الأفضل على مستوى العالم تصنف مع مثلا دول محدودة أنه وجد الفيروس بنجاح وبشكل بسبب توافر بنية صحية ومرافق صحية وخطة طورق صحية قوية وفعالة يعني نموذج ألمانيا نموذج يدرس معنا تصال تليفوي تفضل أهلا بيك يالو تفضل أهلا تفضل حضرتك معاك أدفل تليفزيون ما تقوطيه أهلا بيك أهلا بيك يا مش مهندس تفضل أهلا بيك أهلا بيك تفضل تمام أيها الأخوة من الله وأراد أراد أراد المحترم وخدوه وإحنا بتوفيه إن شاء الله للأستاذ أحمد فارس إن شاء الله وإن شاء الله نبارك لكم مرايب بإذن الله طيب نرجع ونوجه شكري للمشمهندس صبحي من الناس اللي دعمتنا ووقفت جنبنا بكل ما يأتيه من كل وبرضه أوجه شكري للاستاذ حسن الجهري برضه من الناس اللي دعمونا ووقفوا بعنانا بكل من قطن من قوة برضه إن شاء الله ربنا أعطيك وبرضه في نقطة عزيزنا حضراك عزيزة تكلم فيها بمناسبة وزيرة الصحة يعني إحنا بناشد وزيرة الصحة للمستشفى بتاعتنا اللي في كفر شكري طالب الانتظار أو الفتحة نتمنى ويعني وبنطالب وزيرة الصحة إن يتعجلوا في فتح المستشفى بتاعتنا إن شاء الله بنوجه رسالة للسيدة الوزيرة مستشفى كفر شكر نتمنى إنها تفتح قريبا شوف زي ما أنا قلت السيادة الأستاذ خلاف إنه المستشفى موجود الأستاذ حمد بول موجود وإنها تفتح ويجي شوية أجهزة وممكن مبادرات أهلية تدعم المستشفى تبرعات مثلا يعني لاستكمال الأجهزة وكدر طبي جيد وكدر تمريدي جيد والمستشفى تعمل بقى بقليات إدارة حديثة هي مشكلتنا في مصر في الإدارة إنه يبقى شيء جميل جدا مستشفى جميل مدرسة جميلة مرفق جميل جدا لكن الإدارة سيئة فتجد التراجع يحدث سريعا يعني الإدارة مهمة جدا في إدارة أي مرفق في مصر يكتب له النجاح بالإدارة ويكتب له غير النجاح الأفر الإدارة الجيدة طبعا هي تعتبر النجاح أو تعتبر الخطوة الأولى للتقدم وفوق الإدارة الرقابة والمحاسبة اللي هو دور الأستاذ أحمد عندما يكون ناب إن شاء الله الرقابة الدور الأول أو أحد الأدوار المهمة للبرلمان وللبرلماني للنائب يعني هو الرقابة على السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية تدير الدولة فدوره هو ضمن أدواره بجانب التشريع هو الرقابة ومحاسبة والمحاسبة وسيكون في يدي إن شاء الله لما ينجح أدوات محاسبة عديدة ومؤسرة ومهمة بحكم الدستور يعني المهمة تستخدم والمهمة تفاعل والمهمة تنشط يعني لن تنهض مصر إلا بهذا الطريق برلمان قوي يراقب ويحاسب ويشرع ويراجع كله صغيرة وكبيرة ولا يتنهض مصر إلا بالشباب إن شاء الله وطبعا الشباب بالأساس يعني الشباب هو الأساس يعني خلاص حقيقي طيب معانة تصل تليفوني تفضل أهلا أهلا بيك تفضل أهلا بيك فانديم أنا بحيث سادة الضيوف العزال الكرامة اللي مع حضرتك يهلا بيك وطبعا بالأخص البشمان سحمد فارس بدران اللي هو رمز الشباب ورمز لكل البلد اللي عندنا والنجوة والكرة اللي حوالينا هو إنسان محترم طبعا وكلها بندعمه كشباب وطبعا كلنا وعفين وراه بالأخص كمان اللي قوله عمدة البلد اللي حاجة حسن الجهاري اللي هو سامع يعني الحاجة حسن الجهاري وطبعا حاجة حسن الجهاري طبعا لما بدعم حد محترم لازم يقف جنبه ودائما لازم يحامليه فأنا بقوله بشمان سحمد فارس وكل الشباب اللي حواليه كلنا وراك وبدهرك لأننا شايفينك أنك أنت الإنسان الصح في المكان الصح وإن شاء الله بالتوفيق وبإذن الله بإذن الله هيحق أحلام كل شباب بإذن الله وكلنا معه في الظهر إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بنشكرك خليني إشارة سريعة كده كنت أتكلم مع الباش مهندس إحنا أول مرة ومعه بعد أنا دهب عندي دائرة المناضل التاريخي الكبير الأستاذ خالد محيدين يعني ده أحد القادة العزام في تاريخ مصر الحديث أحد الضباط الأحرار كان رئيس حزب التجمع التقدم الوطني الوحدوي سياسي كبير دعية دعية كبير لل يعني يعني مدافع للإنسان مدافع للعدالة الاجتماعية لأستاذ خالد يعني له طريق طويل ودائرة كفر شكري يعني دائرة تصغر دائما بالكوادر وتخرج يعني شخصيات سياسية مهمة ويعني نتعشم إن شاء الله أن يكون مستاذ أحمد فارس وهو الفارس يعني وإنا أتمنى أن أسير على ضرب السؤس خالد محيدين إن شاء الله طيب سيد أحمد فارس حضرتك اقترحت في الملف بتاعك أن أنت طالب نقاط إسعافات اللي هي نقاط الإسعاف والمطاقب تمام كلمنا عنها كده أي ولا إن ما بين مركز كفر شكر وما بين بنها ما فيش غير نقاطين أسعاف يعني المفروض تدعم شوي تمام علي كلام في المركز بتاعنا أو ما بين المركز والمدينة لا يكلنا عن أربع أو خمس نقاط أسعاف أو ست نقاط أسعاف وده اللي بنتمنى برضو وده اللي بنتطلب سيدة الوزيرة بي إن شاء الله طيب الصحة في الكبير طبعا إحنا عارفين إن لا المطافي لوحدها ولا الإسعاف لوحده يقدر يعني إيه يحتوي المشكلة لكن إحنا كشعب علينا دور ممكن نوجه رسالة للناس يعني دورنا نعمل إيه هو شوف يعني خلينا نقول حقيقة أنه مرفق الإسعاف تطور السنوات اللي فاتت بشكل جيد يعني هو ربما في نقص في بعض نقاط الإسعاف في بعض المناطق المهمة لكنه تطور بشكل جيد يعني تمام وبنشوف سيارات حديثة وبنشوف خدمة إلى حد ما جيدة أفضل من السابق يعني تمام والمطافي يعني برضو حصل إنه القدر أو الأوضاع الجديدة في مصر خدمت المطافي من ناحية إنه زمان كانت البيوت بتبنى بطريقة معينة تمام وبيبقى عليها أكوان من القش ومن الحطب فكانت الحرائق سريعة وسهلة الآن طبعا المعمار تغير وعملية البناء تغيرت فده حاصر شوية الحرائق تمام لكن أنا شايف برضو ده لا يمنع إنه نقاط المطافي داخل القرى وداخل الشوارع الضيقة بالذات مهمة جدا جدا حتى لو المباني بالأسمات المسلح حتى لو ما فيش أي مواد قبل الإشتعال لازم مسائل وجود المطافي ووجود الحنفيات داخل القرى وداخل المدن مسألة مهمة برضو ونقاط الأسعاف زيادة نقاط الأسعاف خاصة في الطرق السريعة والطرق المتفرعة منها لأنه الحوادث بتكسر في هذه المناطق وكل قرية يكون لها نقطة الأسعاف خاصة به لأنه لا يعني في أي لحظة لابد أن تكون نقطة الأسعاف ولأنه بالذات الإسعاف مسألة لا يمكن أن يكون بها أي شخص متطوع هنا ما ينفعش التطوع لأنه أنت تأخذ مريض ممكن يكون يعني في اللحظات الأخيرة فهنا أنت بأن لازم معاك عربية مجهزة سالة إسعاف مجهزة مجهزة طبيا وممرض أو مصعف أو ممرضين أو مصعفين فاهمين دورهم ويدركون كافية التعامل مع المريض وكافية التعامل إلى نقل المستشف وقد يكون بين الحياة والموت وجود عربية الإسعاف المجهزة وجود المصعف الذي يفهم دوره جيد معنا طيب اتصال تليفوني الأستاذ عيد من كفر الشكر تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بيك معك عيد يحيح يا فعند يا مرح تفضل حضرك كلمة للإسراء أحمد مرشح ببالدنا من نفس المحترمة وزي اتمنى الدورة اللي كانت دورة كافية ما كانت لها حضر في الخدمات فايتمنى إن شاء الله الدورات كلها حضر حلوك في الخدمات إن شاء الله ووالله يوالنفس المحترمة وإن شاء الله يهدف بلده وراجل اجتماعي وراجل ناس كلها بالحق إن شاء الله بنشكرك والله طيب إحنا اسمحونا نطلع فاصل إعلاني عشان نتابع التقرير لأن طبعا عايزين نشوف رأي الناس أكتر نطلع فاصل إعلاني لمشاهدينه وانتظرونا واستكمالاً اللي رأي الناس في كفر شكر معنا الحاجة أهلاً بيك يا حاجة أهلاً بيك أتعرف بحضرتك يا حاجة؟ أمال جوت أمال جوت عبد الرحمة أهلاً بحضرتك حديك تعرفي مين على الساحة من الناس المتخبين نفسهم في الانتخابات؟ عشان أشفل هو مرشح جديد أحمد فارس بدران عسل نحل مش فيه أي حاجة اجعلها السنبدة عليه وعلي زي عايزة قعد تعرفي حد تاني؟ إشمانة حديك اخترتي الناخب داع أنا مختارية اتنين والتالت بتاعت ربنا بقى مختارية اتنين اللي هو أحمد فارس بدران واللي هو عرب فؤاد حاجة تتمني إيه بكرة؟ أتمنى بكرة يبقى أحسن من النهاردة تحبي تقولي إيه للناس؟ تقولي الناس يخلصوا وربنا يكفينا شر المارت بس يخلصوا البعضين ويبقى فيه إخلاص للناس كده البعضة بيش أي حاجة غير كده تحبي تقولي إيه المسؤولين؟ أقول لهم يخلعا يراعوا ربنا في أمته في الأمة اللي طال عاديت يعيهم في مصالحهم والطلبة اللي قاعدين دولي ولا إيه رأيك؟ تمام يا حاجة شكرين جدا لحضرتك يا حاجة وإستكمالا برضو لرأي الناس في الانتخبات 2020 كفر شكر مركز محافظة الأليوبية أهلا بحضرتك أحددك إيه رأيك في الانتخبات السابقة؟ نعم إيه رأيك في الانتخبات السابقة؟ حلو إن شاء الله أعتبا جميل حاليك تتوقع إيه في الانتخبات الحالية؟ كل خير إن شاء الله حاليك تتوقع إيه إيه رأيك في الناخبين اللي مترشحين نفسهم في انتخبات 2020 ناس محترم كلها وإن شاء الله ربنا يوفي حالي في حالة فارس طبعا براجل بتاعنا وربنا يسلح له حالة ما أنا كنت لسه حاسأل حاليك في حد معين في دماغك عيسا نتخبوه في الناخبين؟ نعم طبعا حاليك اخترتوا ليه؟ عشان راكل بزعنا بس ولا عشان في حاجات تانية بردو؟ عشان من زمان خبير محترم وبيعمل الصحة على طول يوم حلمك إيه البكرة؟ يا الأحلام دي بقى بسي بقى الأحلام الأحلام لأحلام بقى تحب تقول إيه للناس؟ كل خير إن شاء الله حبت؟ مش عارف الكلمة بكتين مشاكل لحضرتك من كافر شكر محافظة القليوبية بعد استكمال رأي الجماهير في انتخابات حول انتخابات برلمان عشرين عشرين من هنا ومن منزل البشمهندس فارس والد البشمهندس أحمد المرشح المحتمل لبرلمان مجلس النواب نرحب بحضرتك أهلا وسهلا مرحبا نورطون نشكر حضرتك على كرام الضيافة والاستقبال وحب الجماهير لكم يا مرحب نورطون والله ونتمنى ونتمنى للبشمهندس أحمد التوفيق في الانتخابات وارجعنا لكم بعد الفاصل متابعينا بعد التقرير اعتذر بنسأل الصحف الكبير ضمن البرنامج الانتخابي الخاص بالاستاذ أحمد فارس ركز في نقطة مهمة جدا على التعليم بين قصين محو الأمية رأي حضرتك شوف هو دي دي آفة يعني آفة طالت أكتر من اللازم في مصر في جمهورية مصر العربية ويجب أن يعني يوضع حد أو صقف زمني للقضاء على الأمية على هذه الأفة يعني يعني لا يعقل ونحن الآن في نهاية عام 2020 إنه نسبة الأمية أو عدد الأميين في مصر تقريبا 18 مليون إلى 20 مليون عزة عدد ضخم جدا يفترض أن نكون يعني قد احتفلنا بآخر مواطن أمي على الأقل سنة 2000 بالك يعني 20 سنة بدون أمي لكن 20 سنة الآن ولدينا عدد ضخم جدا منه عدد كبير جدا موجود على مستوى المهورية وخصة القرى صحيح عدد كبير ويحدث تصرب حتى الآن في التعليم يعني لا يعقل ليس هناك منطق بالمرة أن يحدث تصرب يعني تصرب بمعنى أنه أطفال صغار لا يذهبون إلى التعليم الأساسي نفسه يعني التعليم الأساسي ده على الأقل لابد أن يحصل عليه الجميع لا يجب أن يتخلف ولد طفل أو طفلة عن التعليم الأساسي التعليم الجميع أمر آخر يعني ممكن أن يكتفي بتعليم فني يكتفي بسنوية عامة ويعمل بها يتم عمل برامج تدريب وتأهيل إذا لم يلتحق بالتعليم الجامعي فأنا يعني بأدعو أن يكون برلمان 2021 هو برلمان يضع ضمن نصبه نصب عيونه يعني أو ضمن خططه الأساسية ضمن استراتيجياته أنه مع نهاية عمر هذا البرلمان بعد خمس سنين إن شاء الله يتم الاحتفال بآخر أمي في مصر إن شاء الله الدستور 2014 في الجانب ده مهم جد هناك مادة خاصة في الدستور بمكافحة الأمي ومشرع الدستور أو وضع الدستور كان منتبه لشيء مهم جد الأمية الهجائية اللي هي أمية القراءة والكتابة الذي لا يقرأ ولا يكتب بيحاربها عبر مادة في الدستور المادة 25 وأيضا كان يستشرف المستقبل ويتحدث عن الأمية الرقمية اللي هي أمية التكنولوجيا الحاسبات الألية إنه حتى مش عاوز حد في مصر ما يعرفش يستخدم الحاسب الألي يبقى معه للتليفون الحديث الزاكي السمارت ده ويقرأ عليه ويكتب عليه ويشتغل عليه يعني كان متنبه هذه المادة يجب أن يتم تفعيلها يعني يعني ليس من اللائق لمصر التاريخ والعظمة والحضارة والطراث والعبقرية الموجودة في مصر وشواهد الحضارية والأسارية اللي بتقول إنه الفرعوني القديم يعني أسس حضارة لا نظيرة لا على مستوى العالم إنه في 2020 يكون هناك مواطنون مصريون بلا قدرة على القراءة والكتابة وبلا قدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لأنه الآن لأنه الآن التصنيع الحديث والأنشطة الحديثة على مستوى العالم كلها بتستلزم تعليم وليس أي تعليم تعليم راقي تعليم متطور يعني آه مش أي تعليم حتى يعني جميل طيب تعقيب حضرتك يا أستاذ أحمد والله واستكمالا نتعامل الصحف الكبير إحنا كشباب شايفين إن الجهل وكلة الوعي عند المواطنين بقت أخطر من الأمراض نفسها وأخطر من مرض كورونا نفسه طب يعني ومن الأمراض المزمنة اللي بتواجه المواطن المصري علشان كده التعليم من أهم الملفات الأساسية جميل جدا اللازم نتكلم عليها ولازم نتكي عليها قوي طب في أفكار جديدة مثلا لتطوير التعليم والله يبص حضرتك هو المفروض بداية من الحضانات وحتى التعليم الأساسي تمام واللي هيكون دورنا بالمشاركة فيه مع المؤسسات الحكومية تمام والمجتمع المدني دور في نشر الوعي للاهتمام بالمستقبل أولادك بنشكرك بنتمنى ليك التوفيق وانت شرفتنا النهاردة ونورتنا وبنشكر أهل شكر برضو وبنشكر الكاتب الصحفي الأستاذ صحيخ خليفة نشرفتونا ونورتونا النهاردة وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا انتظرونا إن شاء الله لأسبوع القادم في نفس المعاد وبرنامج حلمك صح وإلى لقاء اشتركوا في القناة